لأهلي وغزل المحلة لأهلي النهاردة بدري بدري في أول نصف ساعة خلص على غزل المحلة هدف في الديئة 17 عن طريق بيرسيتاو هدف ثاني عن طريق برونو سافيو في الديئة 30 غزل المحلة النهاردة كان أداءه غير جيد أو بصراحة أنا أقول لك وصف بأب أفصل لي على فاكرة واحد من أحسن المدربين الموجودين في الدولة هذا الموسم عمل أداء رائع ودي الخصوة الأولى لغزل المحلة في الدولة ده هدف بيرسيتاو أمام حضراتكم أسست من علي معلول رائع جداً كالعادة ولأهلي كان مفتقد جداً علي معلول كان موجود مع تونس في جاس العالم وكان مفتقد جداً محمد عبد المنغي في الدفاع وهتكلم معاكم الأسباب بس غزل المحلة احترم قدراته احترم قدراته بس مش بنفس الاحترام اللي المفروض كان يحترمه لمواجهة كبيرة زي مواجهة النادي الآتي بمعنى بمعنى النهاردة غزل المحلة كان بيلعب مباراة مفتوحة بالنسبة لنا مباراة ممتعة لما تشوف هاجمة هنا وهاجمة هنا أو تشوف سرعة في الأداء أو تشوف مساحات مفتوحة دي تبقى مباراة ممتعة لنا بس قدرات الأهلي أكيد أفضل من قدرات غزل المحلة أما تكلم عنهم القدرات الفردية والإمكانيات وخلافة ما تلعبش مباراة مفتوحة أو كده قدام النادي الأهلي لو أنت عايز تطلع بنتيجة إيجابية ممكن تفتح في بعض الأوقات ممكن تعمل تحولات هجومية في بعض الأوقات استلعب مفتوح مع الأهلي مع الزمالك مع برمز مع الفرق اللي عندها قدرات هجومية كبيرة تخسر بدري بدري بس لكي أنه هذا الأهلي حسن من المباراة في أول نص ساعة وبعد كده المباراة ما فيهاش حيات كتيرة وكان فيها بعض الفرص لها النادي الأهلي في شوط الأول وشوط تاني كان أقل نسبيا ولكن الأهلي حسن من المباراة بقدر بدري هل ده يقلل من بابا فاسيليو أو يقلل من الأداء الرائع اللي بيعمل غزة المحلة الموسم ده اطلاقا بس النادي الأهلي كان فايق النهاردة برستاو فايق برستاو اللي كان بيلعب مهاجم النهاردة في رحلة البحث عن مهاجم للنادي الأهلي بالنسبة للمرسي الكورونا اللي لست ما سبتش مهاجم أساسي في تشكية النادي الأهلي اللي سبت حسن ولا محمد شريف ولا شدي حسين والنهاردة بيجرب برستاو اللي سجل الهدف الأول برنون سافيو اللي كان أفضل لاعب في الجولة الماضية في الدوري الممتاز سجل الهدف الثاني للنادي الأهلي عودة علي معلوله محمد عبد المناء يفرق كتير مع النادي الأهلي على مستوين المستوى الدفاعي طبعا وعلى المستوى بنى اللعب والهجمات علي معلول طبعا قدراته جمية كبيرة جدا ومحمد عبد المناء بيعرف يطلع بالكرة بالشكل الكويس وده تأثر بيه الأهلي كتير في المباراة القليلة الماضية شكرا النهاردة الأهلي تحس فرقة كاية مزبوطة تكتكان وفنيا في الملعب إلى حد كبير وقدمت أو اللعبين قدموا مباراة جيدة جدا الشوت الأول عكسي يمكن الشوت الثاني اللي قال الأداء نسبيا سواء من نادي الأهلي أو من غزة المحلة بعدما النتيجة يعني كان باين أنها حسمت ليه النادي الأهلي